يفين سبور بلوس أي من زروق حوصلة لأهم الأحداث الرياضية في 24 ساعة لعودة على قائمة جلالة القادر للمبارتين غينية السيوائية والمنتخب الجزائري قائمة عرفة عديد من المفاجآت عودة عدد من اللاعبين غياب عدد مهم من اللاعبين وأول دعوة كذلك لعدد من اللاعبين الناشطين في البطولة نرجع بأكثر تفاصيل حول القائمة هذه الخاصة بالمنتخب الوطني التونسي كذلك عودة بكل تفاصيل على الندوة الصحفية الخاصة بالناخب الوطني جلالة قادر نحكيه على مباريات البلايوف لنهاية الأسبوع غدوة زوز قمام في سوسا تارجي ومضيفه النجم الرياضي السيحلي في راد السندي الأفريقي وضيفه الاتحاد الرياضي المنسري وليسوسا يخلق الجدل بحضوره في داد ربيت النجم السيحلي اليوم العشية جدل كبير حول حضور الوالي جدل ذا منطقي والحضور عادي والجدل مهوش مفتعل عودة بكل تفاصيل على الموضوع ذايا مرحب بكم في سبور بلوس تحية لكل فريق الاعداد غادة علاوي في العمل الصحفي تحية لأمير في الاخراج وميما القربي في الديجيتال وميما رابح تحية كبيرة لها في اليفام تيفي سعيد جدا بيوجودوا معايا في البلاتوث ونقي اللي سنسوا به والقيادة كالعادة لسامير السليمي مساء الخير مرحبا سامير مرحبا بيك زروق تحية لك تحية الوليد تحية للناس اللي يسمعوا ويتفرجوا فينا للناس الكل يقول مرحبا بيك هم لكل صباح شنا حوالك والله الحمد لله صباح لا بس حضرتش انو ديما الحلقة نهاية الاسبوقة تبدأك ميكلة بعضها شوية منذ بداية الموسم مرحبا بيك وهنا كانت الريهانات ديما ميكلة بعضها نهار الجمعة ونهار الخميس شوية ازاي ده اي نهار الجمعة مو على تطلق نهار الاربع حتى نهار ثلاثة نهار الخميس الجمعة التعينات والحكام على ذكر تعينات التوى ما صاره تعينات التوى لا نعرفوش كونه من الحكام تعموا بارتايرات وسوسة الغدوى حتى نتوى للسابعة والجين التوى ما نزلنا ما نعرفوش سعودي اه اقربة باي هاوكا ديما هو شنو اصار سني هاوكا تشوفوا الاقرب من خلال وليد جرفالة وامبعد نستاني والتعينا الرسمي هاوكا مع السابعة نشوفوش موريتاني سعودي كذي مبعد نشوفو اتعينات الاقرب للماتش لسبيلونسيتو لما اقتعدنا على اعتنيش متاع الكليب هو المقابل عليه على عينين اكسر اي الاكسر اي من الكليب مصير مصري مرحبا بيك سي وليد جرفالة اتذي مرحبا بيك سي وليد جرفالة منذره مش كلها سكوبات في الميكرو اللو اللي يتعديوا ومميش القبيل على شكل سكوبت ايدي حاجة عادية متش اسكوبت ايدي كانت لعلي على روحه في البروه مرحبا بيه بصمرة اتحيال للمشاهدين والمستمعين الفريق الحاضر معنا كل عنا زادة كوره اكيد ما نحكيه وانزوز دون شوك عنا كوره يلجين رمور الكواليس والقائمة على المنتخب عنا ما نحكيه وكذا مرحبا بك وليد قرفيلا مرحبا سامير السليم إذن بعد شيء بش نرجع بأكثر تفاصيل حول هذه المسجدات لك أن البداية من السعودية البارح استقبال ضخم لكريم بنزيما والأخبار إذن يهم زادة حباية ترجي وحباية نادي رياضي للأسفيقسي ويهم زادة نادي سفيقسي وترجي رياضي تونسي باعتبار أنه الفريق اللي مش ألعب فيه كريم بنزيما ورسميا صحح معاه لهواتي حد جد السعودي بشيكون في مجموعة الترجي ونادي سفيقسي والشرطة العراقي في البطولة العربية وبالتالي هذا الخبر يهم الترجي ويهم نادي رياضي للأسفيقسي شوفنا البارح استقبال ضخم استقبال تاريخي ممكن حتى أقوى في الصورة ومن خلال عدد الجماهيري ومن خلال سبونسوري وشو يمكن حتى أقوى من استقبال متاع كريسيان ورونالدو اثنين يماشي فيها السعودية واضحة للعين معتش طوامت فيشئين وكذا السعودية من خلال استثمارها في عالم كرة القضاء ومن خلال الاستثمار في صورتها بولا المملكة العربية السعودية في مرحلة جديدة منذ أربعة أو خمسة سنوات تفتح على العالم الخارجي ربما كذلك استعمال الرياضة السياحة الفن لربما استقطاب أو الاهتمام بصورة المملكة العربية السعودية الجديدة ومشهدها فقط مهرجانات سينمائية وصهرات فنية من تراز عالي في الفترات الأخيرة تركي بن شيخ لمسة متاع كبيرة في المجالات الكريسي شوف نها الغاية أو الهدف أنه كرة القدمة السعودية البطولة السعودية يزمها تكون من بين أفضل خمسة بطولات على مستوى العالم خلال السنوات القادمة هذه الغاية الهدف لطلعوه الفوق معناها يزم توصل البطولة السعودية في مستوى الألمانية الإنجليزية الإيطالية وغيرها هذا الهدف وبالتالي استقطاب النجوم بمبالغ فلكية واحد من ربما الأسباب أو طرق اللي بيش تخليهم الأنظار تلتفت الميديا العالم الكل يلتفت إلى البطولة السعودية باستقطاب كيستانو رولاندو ثم كارين بن زيماء وغيرهم كثير غولو كونتي غولو كونتي مازالوا مازالوا الآسامي مازالت مازالت الآسامي مازالت ثم كذلك سمح لثمانية أجانب ربما يلعبوا في فريق واحد وحيد فقط وهنا يتكلموا على ربما هذا يضعف المنتخب السعودي هما الغاية تبرر وسيلة هما أعطيهم طوى البطولة السعودية خلال أربع سنوات القادمة أو الخمس سنوات القادمة تكون في الطوب ثم بعد عندهم ربما مشروع آخر لتقليص أو المبالغ فلكية على المستوى الرياضي ينتبع في النصر السعودي قبل كريستيانو وبعد كريستيانو نصر السعودي كان أفضل قبل كريستيانو كان أفضل قبل كريستيانو وبدأت توره ربما شوية شوية ولكن نصر كان بأبو بكر في الهجوم كان مرعب جدا تراجع المستوى متاعه الاتحاد السعودي فريق عريق وكبير جدا بشعبية كبيرة وكبيرة جدا ونعرفه جدا بلاد كورة وبالتالي كريم بن زيماء وغيره من الملاعبية مش عطيوا إضافات إلى البطولة السعودية اللي مش تولي من أفضل وأحسن البطوليات على مستوى العالم ولا حديث على جوندونجان ولا حديث على كنتي مش حدث البطولة السعودية في الفريق نفسه متاع كريم بن زيماء اللي هو اتحاد جدا السعودي من تعليقك على ذلك أنا شخصين مهيش متفاجأ مع أنت وأتفاجأ من تفاجأ العبيد اللي متاع قول واو شو السعودية واو شو بالزيماء سيبوا انت هالموضوع معنى حتى لدروها متاحهم ولا يوغالين بشكل غريب ومازالوا بشي يزيدوا يغليوا وبشي يزيدوا يغليوا وبشي يستثمروا هذا كله استثمار معنا فمه روتور سور انفستيسمان مع أنتا مش ناس تجي بطايش في فلوسها سامير فمه استراتيجية كاملة متاع عمل أنه النجوم هذية تغطي المصاريف انتاحها وأكثر ربما وتزيد الدخل فلوس للنوادي سياس الدولة هو البطولة السعودية طول عمرها كانت تستقطب نجوم في مستوى وليفل معين عمرها ما وصلت للليفل هذية اللي نحكيه فيه توا لأنه اليوم الدولة لكن السن متقدم بارش كريسيانو متقدم جدا في السن كريسيانو متقدم جدا في السن النجم يعمل عمين ثلاثة فاسيل مههه إنجموا يعمل عمين ثلاثة فاسيل مهه ولا يعمل عمين ثلاثة فاسيل مهه وينجمو اذا كانت تنجح التاجر باي ولا حتى السن يهبط معناك على شو المسي نمشيش للهيله على شو ميشي لامريكاه مطلوب انا ناعف علاقتك بخور خيميس والد خور خيميس وكور خيميس وبيخوان لابورتا بأكد انك عم التفاصيل قريب يكتبونه ميامي سامعني ما انتش لو تحبك الاسهم امتاع النادي واشتر النادي واشتحب اكثر بش ميمشيش الميامي فهمت لو كذا الاختيار امتاع السعودية اراه من اللي قطر خذية كاس العالم وبعت خاصة ان التنظيم الناجح والكلام برشا على قطر ونجاح امتاع حتعرف اما التنافس بين زوز البلدين هذو ما تحب ولا تكره زاد الاستثمار الدولة زادت اكثر في الاستثمار هذي عندهم برنامج كامل حتى الالفين وثلاثين معناتها سامير برنامج رياضي كامل دونك حاجة عادية ما نستغرب وما زال النجوم بش يزيدوا ماهم همش المستوي يتحسن خطر كلامك صحيح الناصر كيجير رونالدو معاتش فاما ربما والية اللعبة الكلة على رونالدو تلكيس على كريستيانو اتحاد جدارة وفي حماد الله في رومارينو وفي هسامي كبيرة برشا لكن اكيد كريم بن زيما تصور حتى في سن 35 سنة الاضافة متاعو بش تكون كبيرة وكبيرة برشا في المرحلة المقابلة وكريم بيزما بش يلبس نفس الرقم ونفس المريول متاع احمد العكاشي واليوم احمد العكاشي كان هابت ستوري معانت احلامكم معانت احلامكم يا بن زيما جسء من ماضينا راهو المريول التسعة متاع بن زيما راهو لبسو لعكاشي في اتحاد جده والاتحاد جده لعب فيها زادة الشرميتي ولعب فيها هشامة بوشروين نعفو نادية ذاية عندو قاعدة جماهيري كبيرة العب فيها كمان يشغلت عب فيها انيس البدري وانيس البدري در يرمو عب فيها لطفي زادة المحايسي لعب فيها برشا توين سوي ما عندكش تعليق على ستوري متاع العكاشي ليه العكشة يا كيكة ديما سنسنا خان خارج تيتر سنسنا خان خارجو تيتر العكشة لازم كان ما يعمليش في التيراه يعملها في الستوري معانت احلام ديما عندو المراغات متاع عندو طلعات وعندو ابليتو احمد العكاشي جبدة على الرقم متاع المريو مجمش على الرقم متاع الفلوس لا لا هذا هو تيتر المطلوب هذا هو تيتر المطلوب نخبيه رقم الفلوس نخبيه رقم تسعى رأس حربة رأس حربة اشكان ياخو العكشة واشكان ليه هو تبارك الله ماهوش شوية زادة رب يزيدو لا يا رب يزيدو ونسب الميم زادة رب يزيدو على سبيل الفدلك تحييل العكاشف تحييل نسب الميم وتحييل الجميع فاصل ثم نعود وش نحكيه على جولة الغد هل ستحدد ملامح بطال تونس لهذا الموسم نعم أملأ بعد الفاصل بعد شوية نكملي في سبوغ بلوس مع أي من زروق على إيفام أحلى غاديو من 7 إلى 8 إيفام سبوغ بلوس أهلا وسهلا مرحبا بالجميع في سبوغ بلوس حاليا هبطوا لديزيناسيون متاع الحكيم مباراة سوسا إذن كمقال بلوتو كمقال طلع حكام سعودي مباراة قادينا نتشوفها مع بعضنا مباراة نجزي الإفريقي والاتحاد الرياضي المنسيري خالد بلوتو العكس حكام سعودي أعطي رئيس اللي شاكد سفيقس ونجم السحلي اللي هو حكام السعودي تحكيم السعودي تونجوا بأكثر تفاصيل وليد في الميكرو نجم السحلي والترجي رياضي بن إبراهيم لحلو جزائي اللي هو جزائي جزائي وتاكم السعودي يعني قلبت سعودي جي للنادي الافريقي والاتحاد الرياضي وانتي قدتنا العكس إنجم يكون ربما مصري كل عادة مخلاتش فلتجعنا إلى الجزائر تونسيبش نحكيه على البطولة غدوة الموعد مع مباراة الجولة الرابعة لكن تونسيبش نحكي لكم على المسابقة متاع الفليجة وما أدرك كمال فليجة إذن الربح مكمل في الفليجة نهار الاثنين كنا تعرفنا على زوز محظوظين اللي ربحوا الشيك كدو بقيمة مليون في الإميسيون المعبور هنا بسيس انتو مزيدا وينما كنتوا تنجموا تكونوا كيفهم سيئة برشا قاعدين تسمعوا فينا طاو اش بدوا تليفوناتكم ابعثوا اس ام اس فيه يا فايم على 85 85 ثمانية تدخلوا معنا في القرعة اللي تربح زوز منكم كيفما قلنا الشيك كدو بقيمة مليون ومش هذا برك كذلك تدخلوا في القرعة الفليجة اللي تربحكم عشرة ملايين كان مش أكثر ساهل نذكركم اس ام اس فيه يا فايم على 85 85 ثمانية غدوة زوز مباراة قمة في سوسا وفي رادس لزوز مباراة دومة موضوعنا في تاكو تاك تاكو تاك إذن بالنظر للترتيب الحالي للبطولة وبالنظر للمباراة المتبقية وبالنظر لجولة الغد نذكروا مرة أخرى في سوسا النجم السيحلي صديف تراجي رياضي تونس في رادس النادي الأفريقية صديف الاتحاد الرياضي المناسلي بالنظر للمعطيات هذه الكل هل تعتقدوا وبرأيكم هل ستحدد جولة الغد ملامح بطل تونس 2023 نعم أم لا مزال بك للأحديث على الموضوع هذا وإلا غدوة باش نتعرفه بنسبة كبيرة جدا وتقرب برشا إلى اليقين إلى بطل تونس لهذا الموسم الإجابة على سؤال هذية في 40 ثانية لسامير ووليد جرفير نبدأ معك سامير السلمي جاوبنا على سؤال هذية في 40 ثانية 321 تبكرونه باش تحدد بنسبة كبيرة نتائج غدوة باش تحدد بنسبة كبيرة على حسب النتائج بطبيعة حال ملامح بطل تونس وملامح الفريق الثاني وهو ربما تعيدنا إلى نقطة البداية نقطة الغموض حسب النتائج بطبيعة الحال أبار الجولة متع غدوة مزالوا تسعة نقاط في الميزان غدوة إذا كان مشات النتائج لصالح النجم أو لصالح الأفريقي تتوضح نوعا ما المعالم إذا كان تمشي النتائج عكس ذلك ترجع الغموض ويرجع التشويق إلى البطولة التونسية وبالتالي هي جولة مهمة ولكن جولة ما هيشي حاسمة ما هيشي مصيرية على مستوى النقاط وعلى مستوى الترتيب الإجابة بتاعك نجم وقوله هي لا غدوة مهما كانوا نتائج بتاع الزوز ملاعب لن تحدد الملاعب بتاع البطل تويفق الرأي وإلى لوليد جرفالة 42-23-21 تبكروا النجم تحدد بصيفة كبيرة البطلة بتاع الموسم في حالة انتصار النجم الرياضي الساحلي إنه في حالة انتصار النجم الرياضي الساحلي يبعد يزيد عدل ترجل ترجل تونسي يستنى واحد من نادي الأفريقي ولا اتحاد الرياضي المنستيري باش يتعثر ولا الزوز يتعثروا من خلال تعادل النجم تقعد له نادي الأفريقي والولمبيل بيجي في سوسا واتحاد بن جردين خارج الميدان الحقيقة في حالة انتصار النجم غدوة في اللقاء يقرب برشا من التتويج بالبطل مازالوا عنك هده هو الترجل تتخرجل نفس الكلام اللي قلته على حسب نتيج غدوة حسب نتيج غدوة تنجم لتوال تربح تقريبا معنى توضحت الصورة حتى كان يوكلوب تربح على مستوى المرتبة الثانية لكن اذا كان صار العكس نتيج مخالفة وتعثر النجم وتعثر الأفريقي فنرجع التشويق لانه مازال فاما ندي الأفريقي يمشي ومازال فاما تسع نيقات ومازال فاما التشويق على حسب غدوة النتيج شو ماش يصير فيها غدوة تعتبروا انه مفاميش عليه شكل الناس الكل تستنى في الماتشويت غدوة غدوة مش تعرفوا على البطل واللي بيش يلعب الكبد الافريق مازال بكري غدوة مباراة كان ربح اتوال كان ربح اتوال غدوة وفيت لحكاية كان تسعين في المائة تسعين في المائة تسعين في المائة مهما كانت نتيجة لفريقي ستة وعشرين تربح اتوالي تسعة وعشرين وندل فريقي اثنين وعشرين يلزم ندفريقي ووقتي يلزم ويربح باش زوزي ذو ما يبعدوا لكن في صورة انتصار الترج وانتصار الاتحاد الرياضي المنستيري بطولة اخرى نشوفوا اشنوه قال الجمهور في الموضوع متاع اليوم 72% قولوا نعم غدوة ستتحدد ملامح بطال تونس 2023 28% قولوا لا مازال بكريا دي الجمهور الرياضي اشنوه اعطى رايو في الموضوع متاعنا لليوم نحكيوا على مباراة غدوة نجم السيحلي ترجي راضي لتونسي وليد مباراة حسب ما نقعدين نشوفه مباراة مشحونة حتى التوى في وسائل التواصل الاجتماعي 28% نرف تذكر عظيمة الجمهور واليوم زيارة وليسوسة عملت جدل كبير ياسر مبين مؤيد ومبين رافض مبين من يعتبر انه زيارة عادية في تيماري نجم راضي سيحلي مبين من يعتبر انه ماذا يفعل ولي يمثل الدولة في مباراة بشتج مع الزوز في رق ينتمي لنفس البلد دون كونية اختلفت الاراويل لي والله ايش نقولك كان جيت مقابلة ربما بالنجم الرياضي السيحلي احنا حتى في نهاية كاس نهائي مثلا انتع ربي طبطال ولا نهاية انتع كاس الكاف قليل من ريناويل يحضر معناه هو يكون موجود معناه توزير الرياضة ينجم يحضر رئيس الجامعة التونسية ليكون القدم في مقابلة معناتها وما زالت حتى البطولة كما كنت تحكي انت والفرق ستة نقاط بين ترجل رياضي في المرتبة الثالثة والنجم الرياضي السيحلي في المرتبة الاولى الحقيقة رأي غريب شوية انه ولي يحضر التمارين معناه ما عنديش معنى باو تقول لي انت يشرف على الامور الامنية النجم يحضر في زيارة واحده ما غير لمديال ما غير حد شيء ما يحضرش في التمارين تال نجم الرياضي السيحلي معنى انت مش في التمارين في حد ذات يعنى احنا حسب ما شوفنا في التمارين مع رئيس الفاريق سيد عطمير جنيح مع المدر فوزي البنزارتي مع المدر الرياضي سيد اجتماع مع الملاعبية اجتماع مع الملاعبية معناتها هل من دوره هو كوالي انه بش يمشي ويحفز اللاعبين توانسة من فاريخ تونسي يلعب ضد فاريخ تونسي وننقل بين الصورة بالعكس والي في المقابلة مثلا تستقبل الترج يحضر والي تونس مع اللاعبين والمدرب والإداري والفني تعتار الجرياسي شو بشكور ردة الفعل رأي نصبت له المشانق نصبت له المشانق معناتها الحقيقة ما تسيد بلا سيد تيري بارلي شوفو انو والي في مقابلة تجمع زوز فرق من نفس البلاد يحضر لتحفيز لاعبين توانسة ضد فاريخ تونسي ضد فاريخ تونسي اخر لحقيقة ما عنده حتى ما هني قتلك كان جاء والله بش يتفقد الاستعدادات الامنية الاستعدادات اللوجستية سامير مغير ميدياتيزاسيون تاع الحدث تاع اليفنمو معناتها فهمت دونك هذا هو الحقيقة بالنسبة لي هنا كان ينجم يتفادى مش مش تزيد حتى شيء معناتها غير انها توتر الجماهير تاع الفريق المنافس وخليني نقول لك معناتها فيها استبزاز لانه اليوم ويفتح لك باب اخر اي مقابلة توبن هنا الاخر الموسم اي والي امتع مدينة معينة ولا تعوي لاي امتعوي لاي معينة خليني نقول ذات فريق اللي في من ولاية اخرى والمنافس لولايته بتباعة موجة نظر متاعك سامير في النقطة هذية زوز فراقي ينتميوا لنفس البلد اذا كان جاء فريق معناتها اجنبي ممكن كان ثم نوع من التفسير هنا وتتتهم باب متعتق ولاية والباب بشي تحل مع شجمي تساكر ويلي سفيقسي ويلي يمشي شجع الساساس قبل ما تلعب ضد الترجو ويلي سورسي ويلي تونسي شجع ترجو ولا شجع نادي متاعه نتذكر زيدا باش ما يقولوش عليش تحكيوه في الموضوع هذا بالذات ومحكيتوش قبل نحنا قبل حكينا وقتها سيدة سعاد عبد الرحيم اللي ويلية متاع تونس وقت اللي مشيت وقتها صارت البارك متاع نادي الافريقي والزيارة كيف وقتها قالوا عليش هي مشيت مع نادي الافريقي ما مشيتش ودفعت وقتها فلوس من الكاسة متاع الولاية ما صارش هذا متلا فيه بارك الترجي هذي يخلق جدل وديما يرجعنا للبواندو دي بار متاع معانتها دخول السياسة في الرياضة والمسؤولين متاع الدولة اللي معانتها ترق الاباريسيون ميدياتيك متاعهم وتسويقهم لنشاطاتهم معانتها يدعو إلى عديد من نقاط تستفهم اي والجدل اللي اللي صاير على مستوى بعد الزيارة متاعه لتدريبات النجم الرياضي الساحلي بين البور وبين الكنتر هذك اللي أنا ما حبيتوش وهذاك اللي من المفروض تكون فما ربما على مستوى الولاية لجنة مكلفة بالإعلام ومكلفة بعمليات استباقية وقراءة لردود الأفعال جميعاً مش كان في سوسة لأنه في سوسة مش تكون ردود الأفعال إيجابية لكن على مستوى البلاد وإذا كان يمشيوا الأكثر من هك الوالي يمثل أو ينوب رئيس الجمهورية في منطقته في ولايته كي أنت تمشي للنجم الرياضي الساحلي وحتى في سفاقس أو حتى في أي ولاية أخرى فأنت تمثل رئيس الجمهورية وبالتالي عبارة أنه السيد رئيس الجمهورية القائل سعيد قام بزيارة إلى النجم الرياضي الساحلي لتشجيعه أكثر من هذا وين الوالي هذا؟ اللي قبله في سوسة وقت اللي النجم الرياضي الساحلي في عز أزمته المالية والملعب متى؟ هني جيت للملعب وقتها حاشتنا بالوالي محترامي بتبيعة الحال وحاشتنا بالصلة الجهوية وقتها حاشتنا ملعب سوسة واحنا هنا عملنا عليه الدوسي وبوشرة عملت عليه متين ألف دوسي وموضوع وتكلمنا فيه وكانت ردود أفعال كبيرة ياسر في الموضوع وين هو وقتها؟ الوالي وين هو وقت الوالي؟ ووقت اللي النجم يمر ضائقة مالية مش نقول لك ومنعمل الانتدابات وقتها تقوم بمساندة النجم الرياضي الساحلي مش وقت اللي النجم هل هو موقف شخصي ولا موقف ولاية سوسة؟ خطرت الوالي هذا قبله كان تم الوالي يا زيدا هل التصرف يصير بالأهواء الشخصية وإلا كمؤسسة ولاية سوسة؟ من مفروض مش بأهواء الشخصية مفروض مؤسسة ولاية سوسة مؤسسة عريقة وكذا والتوقيت نتقرح حسابك للتوقيت احنا نحبه الوالي تعيش في جو ممتاز وموتيفي وكذا لكن انا وقت دي حاجتي بك ما قيتكش انا وقت دي حاجتي بك هو ما نعرضش هو وقتها سامير هو ولا غيره ولا غيره نحكي لك على الوالي كمنسب هلاك عليش هنا نحكيه على الوالي باسمه ولقبه وهو كمحب للنجم الساحلي يمشي معتها بصفة شخصية فرش في الانترنمان وإلى بصفتي الوالي بصفتي مؤسسة الوالي كانت محذرة كانت محذرة خطر الاعلام كان موجود وظهر ان كل شيء كان حاجة نحكيه هنا على الوالي مؤسسة الوالي مش على شخص وكمل الماتش هو بيدو الماتش متشنجة الأجواء متشنجة 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 مالرزمان نقوله في شيء ذي حضورة كانت لتجيح جيت أجهز الأجواء أكثر وأكثر احنا رانا نتكلمه في واقع معناها حتى كان جاي والي تونس ولا والي بن زرط ولا وكذا في نفس الوضعية رانا قلنا نفس الكلام وبالتالي كان من الأجدر انك تعاون نجم الساحلي تعاونه من واجبك انك تعاونه تمده يد المساعدة ولكن ما تعطيش صورة تخلي أكثر ربما الأمور تكون مضطربة أو متشنجة أكثر وأكثر بلاي اقبل رسالة فقط لحد نصلح معلومة معندها لهاي سعاد عبد الرحيم وقتها ما كانتش الوليد سوسا كانت وقتها رئيسة بلدية تونس ولا ما كانتش وليد تونس كانت رئيسة بلدية تونس تونس والباركو تابع تابع البلدية تحيلي صديقنا أحمد خربوش عندي رسالة إلى الولي عندك فريق تونسي موجود في سوسا بشيالعب غدوة زادة مقابل يدوري تعرف انه زلت على الفريق هذا وتعرفه مين يقيم من واجبك زادة تبشي تتفقد الفريق التونسي هذا تشوف شنو يا أموره بالكش يستحقش حاجة يستحقش الولاية في حاجة وتتفقده كما تفقدت الفريق التونسي ترجير ياسي موجود في سوسا لا هو مشيه كوالي سوسا تشجيعا لفريق يمثل يمثل سوسا لا لا واضح لحكيه ما هوش مطالب أن يمشي الاسبرانس ما لغدوة يمشي والي تونس للفريق يمثل ويلاية تونس احنا عطينا موقفنا واموركش يريد ويلي برشلونة يمشي قبل الكلاسيكو يمشي برشلونة بلاي فقليلة درب العاصمة الولي انتع تونس يشكون يمشي اعطينا موقفنا نحنا واحنا نحبه تونس بلاد موحدة ما ينجمش والي تسوسا بشي يدق الباب مشي الاسبرانس شجحة ما يجيش ما يجيش هو ربما حساباته كانت أنه تشجيع للنجم هذا الساحلي في توقيت تحساس ويجيش ملعب على البطولة هذي كلها النواية حسنة وباهي تجيع مجمس ساحلي ضد شكون لايجوز طمع هذا من ناحية ومن ناحية اخرى انا انا كحاشتي بيك وقت الازمات متاعي انا حاشتي بيك وقتها حاشتي بيك توا جوي عال العالم وموري واضح ونجم الساحلي مش يخلوش من ازمة مالية متاعه وخدوة جاينة 24 نلف مش يزيد دي عمل مداخلي ورب يزيدو مش توا انا حاشتي بيك وقت اللي حاشتي فيك بريمان حاشتي وقت نتعدى بازمات وقت حاشتي بالوالي وبالسلطة تقف معايا. بشي بدل برشة بالنظر للتشكيلة اللي لاعبت وتقلقت ضد الاتحاد الرياضي المنستيري رودبي الكرا وغدوة نجب الرياضي سحلي مش مطالب انه يلعب لاتاكا او ترونس زادة بش نبدي واضحية انه خطر لازم يشوف ويجاري المقابلة متاعه عنده ستة نقاط على المنفس المباشر معناتها الترجة الرياضي التونسي الموجود معها في المقابلة 4 نقاط على النادي الافريقي ما هوش بشي يتخمر معناتها يدخل ربما ربما ينقصي لاعب من وسط الميدان ويضيف مهانا الماجم الشماخي بوثمان اللي كان غايب الاختيارات فنية من فوزي البنزارتي اللي ما كانش راضي عليه في الفترة اللي تعديت نتصور غدوة بشي يكون موجود راقي العواني اللي يعدي في البكالوريا متاعه ينجم يكيد زيد غدوة يكون في القائمة الموسعة انتاع الفريق عنده 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 الحلول فوزي البنزارتي بش ترجاع المصابين بش ترجاع الملاعبية المعاقبين جاسر الخميري ينجم يكون عنده دور في المقابلة بتاع غدوة بعد الاصابة متاعه ضد فوزي البنزارتي عنده الحلول على مستوى الدفاع مستوى الميدان الرؤية واضحة يوسام عبيد هذا الثلاثي اللي يبني عليه لدول الوساط الميدان بتاعه ونقطة قوته مع الفورمة الكبيرة لحقيقة الحمزة جلاسية على المستوى الدفاع على مستوى زادة تخريج الكورة والرولانس دوك النجم الرياضي الساحلي تقريبا بتشكيل كامل ومتكامل في المقابل انتاعه غدوة ذات رجل هادة تونس شوفنا النجم الساحلي بصلابة دفاعية متميزة ضد التي حضر رياضي المناسيري في مباراة الفاتحة وكنات حدثنا عليها في الجانب الفنية كانت في اطار المستير في ملعب المستير وضد منافس الرياضي المناسيري الاطار يختلف في مباراة الغد المؤكد انه فوزي بن زارتي لن يتقدم لموجهات تراجي بذلك التواجه الدفاعي والتكتيكي اللي شوفناه ضد الاتحاد المناسيري كيفاش غدوة نجم تكون الفكرة فما بعض المعطيات ولابد ان ناخذوها بعيد الاعتبار كل جولة وجولتها وكل فريق والحقيقة امتعوه اللي تولعبت مع المستير المستير ماهيش الاسبرانس النجم الرياضي ساحلي قاب بماتش كبير ياسر مرهق ياسر على المستوى البداني على المستوى البداني مع المستير الماتش متاع المستير الدربية متاع المستير مرهق بدنيا وحتى معنويا ولذلك لابد على فاوزي من نظرتي من بعض التغييرات ما قلتش فريق كامل ولكن بعض التغييرات اللي بش يعطي بها دم جديد وروح جديد للفريق متاعه كيف حكينا على الاتحاد الرياضي المونستيري كيفاش مع الاسبرانس عيمت بن يونس لعب ماتش كبير ياسر وحافظ على نفس التشكيل مع اليتوال ما عطاش نفس المردود ما عطاش نفس المردود كل ماتش وعندو الحقيقة متاعه وبالتالي تتوقع تغييرات في تشكيل فوزي من زرتي غدو انا نتوقع بعض التغييرات زو سلاثة ملابية في اقصى الحالات ما ننسيوش حاجة اخرى انو ترجي رياضي تونسي رغم انو معيني الشابين ما عندوش الكونفورغ بدنية باعتبار انو لعب مبارا سهلة مع الاولمبي البيجي الاولمبي البيجي اللي يخرج من الطرح كي ما حكينا والترجي رياضي تونسي انتصر باقل مجهود ممت وغيره غيره بدن المعين والعب مرتاح وكان معناه يطلع فريد كان يربح حتى اكثر بين النجم الدي السيحلي المرهق بدنيا من ماتش كبير ياسر وبين الاسبرانس اللي خارج من الماتش السهل هنا المعادلة كيفاش فوزي من زرتي بالخبرة متاعه يقادر على التأقلم مع الوضعية هذية هذية الجانب الاساسي والمهم وبالتالي مع الذكاء فوزي من زرتي نظن انو مش يقوم ببعض التغييرات لا سيما على مستوى التشكيل تغييرين اثنين ولا ثلاثة في اقصى الحالات طريقة لكن اكثر هذا الطريقة صحية يا وليد الطريقة اللعب اللي اختارها دفاعية مع تسجيل الهدف مع المستير كما تسكرها الدنيا وله الحق في ذلك وبين 24 ألف متفرج من نجم ريالي السياحلي في سوسا ويحب بيربح الماتش فهذه كلها معادلة نظن انو خبرة فوزي من زرتي موجودة ولكن كذلك ما تنساش موعين عندو من الذكاء في التعامل مع المباراة الكبرى هذي الميمون يغيب على المباراة غدوة البدري نعرف ونس كل انو اوت وبالشرارة خارج الحسابيات على ما يبدو نهاية الموسم بالنسبة لشرارة يتدرب طوال كيف تشوف اليوم حتى في الصور بتاع التماريني يتدرب لكن الحقيقة صعيب انو يكون معناتها الاسابة خلفت له باقي من خلفت له معناتها اقلق انو بتخليه يكون جاهز بدنيا في الفترة القادمة على كل حالة على الاقل في لقاء غدوة صعيب انو يدخل في حسابات المدرب غير جاهز بدنيا الاوجاع عودته في نفس مكان الاسابة اللي عمل عليها عملي خط الرهي تفرق اذا كان هنين وليو نحكيه سعيد عمل العملية ورجع يلعب وإلى درجة انو يكون اساسي ثم انكورين فواي عاد تعاويده الاوجاع ولا سياسة اتصالية للتراجي ولا توضيح كالعادة في خصوص الاسابات هنين نقطة استفهيب خاطر نحكيه عن الشعر ليلي عمل العملية وشعرار عمل العملية وبالرمضان عملية وكذا الكل من هنا ثم نقاط استفهيم حول العملية ومدانة جاعة العملية ومجدي تراوي في التصريح في اللقاء واضح قال انو بالنسبةى الميموني والبدري واضح انو نهاية موسم مولئي معناتها واحد عنده تقطيع في المولئي الاخر في الليسكيو جونبيي ايه غير عادي الامبر ذي العدد ذي غير عادي وليت بالبدري واضح انو الاسابات قاعدة تتكرر معناتها دي كرونيك وليت بالنسبة الميموني يرجع ربما يرفع في النسق شوية تخل فيلي بلوم بتاع المدرب النسق قوي عليه شوية وتخل المقابلات ما تتعرف في سمير مش كيمة التمرين كيمة المقابلات تفرق ولو ملعبش حاجة كبيرة في نهاية المقابلة تاع الاتحاد الرياضي المونستيريوسي معلومة اخرى غدوة بشكون اختبار كبير للحارس اكيد زادها من لا من ميش باعتبار انو كان من المفروض انو معزب الشريفية بش يكون حاضر في لقاء الغد لكن اعمل فحص البرح لقاء روح ومازال ما هوش جاهز انو يكون اساسي مية في المية مع انت مازالت الاسابة مبراتش مية في المية دونك اختبار جدي للحارس هذية حارس نذكره من ما وليده الفين واربعة تسات عشر سنين ربما من المقابلة الأولى للمبيل بيجي ما كانش اما اختبار قوي لكن غدوة نجمو نعرفه ربما الحارس هذية الشخصية متاعه اكيد مهمة الدفاع معاه بش تكون مهمة وليليدر في الفريق اللي بش يدخلوه في الجو تاع مقابلة كبيرة بش يكون دورهم كبير في المقابلة هذي غدو اذن الاربعة ونصف طالعشية نجم سيحلي يستضيف في ملعب سوسة الولمبيد تراجي رياضي لتونسي كذلك في نفس التوقيت مع الاربعة ونصف في ملعب ردس نادي الافريقي يستضيف الاتحاد المنسيري سامير عودة جامعية للنادي الافريقي خمسة عناصر بعد مسافية العقوبة متاحة لتأديبية في مبارات الاتحاد تطوين كنا اتحدثنا على النقطة هذية غيابة عناصر نحكيه على شايب العبيدي معز حسن رامي البدوي تفيق شريفي وإدم التاوس في مقابلة علي العمري صعيب برشا معناها بش يكون موجود غدو باعتبار انه عنده اصابة عضلية عودة جامعية وعودة في توقيت صراحة توقيت مناسب بالنسبة للنادي الافريقي نادي الافريقي اللي ضيع زوز نقاط مهمين برشا يخليه أمام حتمية الانتصار ولا شيء غير الانتصار أمام الاتحاد المنسيري إذا كان يحب يبقي على حضوضه على مستوى التنفس مرزالوا تسعة نقاط أبار جورين تاغدوها وبالتالي زوز نقاط متاحة تطوين اللي ضيعهم لابد عليه أنه يرجحهم في رادس النقطة الاساسية في النادي الافريقي أبار ماتش تطوين اللي ننسيين هو اللحمة والقوة الجامعية على مستوى خاصة المستوى الديفاعي إذن ما يحبض عليها ثانيا العودة متى بعض العناصر متكون مهمة أمام سعيد السابي للخيارات التكتيكية خاصة خيارات التكتيكية يكون عنده الحلول على مستوى التشكيل الاساسية والحلول خاصة على مستوى دكة الاحتياط الماتش مهوشي بشيكون سهل بالكل النادي الافريقي ننتظر منه أمام الجامعية المتاع الغافيرة اللي مشكون حاضرة ردة فعل تكون ردة فعل قوية مع الانتباه هو لا شيء غير الانتباه بالنسبة للنادي الافريقي الاتحاد الرياضي المناستيري من أفضل الفلاق اللي على بخارج من دين وقت اللي يتكتل على المستوى الدفاعي ثم أول ما يفك الكورة يضرب المساحات ويمشي بالسرعة ويمكن قادر أنه يقلق ثنين الاتحاد الرياضي المناستيري على مستوى الكورة السيبتة كذلك فريق ممتاز وفريق يقلق عودة معز حسن مهمة برشا خاصة على مستوى التوازن الدفاعي إضافة إلى العناصر الأخرى ماتش صراحة غامض غامض صعيب برشا على النادي الافريقي رغم أنه يلعب أمام الجمهور متاعه لابد عليه من أن يكونوا مركز أمام المرمى ويستغل خاصة الفترة الطيبة اللي مروا بها بعض العناصر متاعه كما حمدي العبيدي اللي يريد استغلاله واستغلال حسن ديما نعاود نركز عليها النقطة دية وليتا منتال زيدا متاع حمدي العبيدي بعتبار دعوتو المنتخب لوطانيتون سيطان هذا هو شهاب العبيدي ديما نقول ونعاود يلعب أقل من مستوى متاعه من عرش شاني يزم مدرب اللي يعرف كيف هاشي وظف اللاعب ذا ويخدم معاه على المستوى المعنوي ويخدم معاه برشا لأنه ملاعبي عنده برشا كورة في سقيه عودة مؤكدة أحمد خليل للمركز متاعه في المليوتيران اللي اعتبرتها أنا غلط غلطة استراتيجية كبيرة ياسر من سعيد السيبي أنه لعبوا في الدفاع وأحمد خليل توا حاليا في الموسم هذا أفضل عنصر موجود في البطولة التونسية في المركز ذاك أنا نتكلم بدون عاطف بدون عاطف وطول بعد نحكيو عليك على المنتخب صراحة وبالتالي كيتحط كل ملاعبي في المركز متاعه بنسبة سعيد السيبي رغم احترامي الشديد والكبير لانتحاد رياض المجسيلي اللي يعرف بعض الغيابات ما تنسيوش ما تشريتوال ما تشتعبهم برشا ثم غيابات مؤثرة مش تكون معناها موجودة عند الاتحاد المجسيلي اللي يقعد ديما بطبيعة الحال فريق عريق وكبير تتالي المباراة بالنسبة للاتحاد المجسيلي في ظرف قصير مباراة بطولية وفيها برشا أمباكت فيزيك ضد تراجي رياضي تونسي ثم ضد النجم رياضي الساحلي وأخرى ضد نديل أفريقي منظر القاسمي وعمر العمراني خارج الحسابات عمر العمراني اختورقة حمرة والقاسمي نعرف العقوبة التي كنا تحدثنا عليها البارح على خلفية تصريحه أمارو أمقران نعرف وصار لهم ارتجاج في المخ وعديوا الليلة في المساحة تبعطوهم بين عشر واثناش يوم لكن ثم أخبرت قرنو انه يناجم يكونوا جاهزين مباراة غضب هو شو هو تقريبا الغياب المؤثر الكبير اذا كان ما يكونش حاضر هو أمارو هو أمارو ايه لانه على مستوى خط وسط الميدان معناتها فما لاعبين زادت نحكي على على الدريدي نحكي على بوتيش اللي مكانش حاضره كان هو ورقة اساسية ديما في الاتحاد الرياضي المونستيري فما حسين متقى الموجود فما بني اللاعب اللي شفناها اللاعب الاتحاد الرياضي المونستيري فامروني كمانيش غلط فما الحلول لكن مثلا مش البروفيل متاع أمارو الحقيقة البروفيل هذك اللي يعطيك على المستوى الدفاع وعلى المستوى الهجومي كيف تيب ومارو أبرز لعب حالين في الاتحاد الرياضي المونستيري ولا مستوى محر دفاع عثمان وطارا حاضر ما فميش مشكل كبير معناتها عثمان وطارا يكون حاضر وينجم يعاوذ عامر العمراني معنات اللي حابيت نقوله الغياب المواثر في انتظار تاكيد انه بش يكون موجود أو ما يكونش موجود هو امارو في كل حوال اللقاء مهوش سهل على زو سيرق نذكروا احنا اللي في النادي الافريقي انتصر على الاتحاد الرياضي المونستيري في المونستير في المجموعات الاتحاد الرياضي المونستيري انتصر على النادي الافريقي في رادس في رادس مقابلة مفتوحة على كل الاحتمالات اكيد ديما الورقة المهمة بالنسبة للنادي الافريقي هي الحضور تاع الجماهير متاع والحقيقة في المقابلات الاخيرة هو اللي قاعد يعمل في الفيرق بطريقة كبيرة وبربي حاجة الزروق بسرر اشنحكو عليك ايب ناسيونال ما اعجبوه وبربي مليعبي تاو يتكلم ما يقول الاربيتر ما اعجبنيش لحاجة يعاقبوه بتاع المسكير اوه فيتر كنتي البارحة حكينا عليه بارحة هلا يمكننا من القبل نحنا نقول الاربيتر نحالي بين انتي ولا ظلمني ولا اعمالي هو فما زودا هو على كلمتي ذول يقال هذا الاربيتر مهبول ذول يقال ذلك ممكن ذلك تي خليه يلعب وعايتلو يستفسر منه وشوف منه بعض عاقبوه لو متعاقبوهش يا رسول الله هو واحد ولا يتكلم كلمة يتعاقب اعتقد انه ليجعموهش انه حكيه كلمة في الاربيتر حكيه كلمة في هكا المنظومة والاربيترات ايه معاش نتكلمه معناه معاش نتكلمه معاش نتكلمه معاش نتكلمه هو الهال 2 بشكور حظه يحبو كان ان شاء الله طبقنا تعليمات المدرب وربي انصفنا وترانينا عليه ذول يذكو شو يحبوا التصريحات كيه واحد يتكلمه ولي يوقفه وعاقبوه نسمع فيكم بعد نقرأ على المدابي ديه مش تعدل الواحد متعرابتو ادرشوه وخاصة ما يلعبش اللي ما تشويت عليه خليه يلعب اللي ما تشويت وبعد عايتلو استفسر منه يخوه فاصل ثم نعودش نحكيه على قائمة جلالة القادري والنادوة صحفية اليوم الاسباح الرقم ارقام بليتو بش نحكيه عليهم بعد الفاصل بعد شوية نكمل في سبوغ بلوس مع ايمن زروق على ايفام احلى غاديو انتو متاسمون في سبوغ بلوس من سبعة لثمانية متعالية مرحبا بكم الله سهلا بالجميع توال سبعة وثمانية ربعين دقيق على ايفام احلى راديو ربح مكمل في الفليجة انهار الاثنين نذكروا كنا تعرفنا على زوز محظوظين اللي ربحوا الشيك كادوا بقيمة مليون مع بورهام سايز في الاميسيون انفوسيبل في الصباح انتو مزيدا وين ما كنتوا تنجموا تكونوا كيفهم ساهل برشا قاعدين انتو تسمعوا فينا ايش بدو تليفوناتكم ابعثوا ايفام على الرقم 85-85-8 ادخلوا معنا في القرعة اللي تربح زوز منكم كما قلنا شيك كادوا بقيمة مليون ومشكن هذا برك تدخلوا كذلك في قرعة الفليجة اللي تربحكم عشرة ملايين كان مش اكتر ساهل اسمس في ايفام على الرقم 85-85-8 رقم اليوم هو سبعة شفر دو جور سابعة هي اول دعوة لسبعام لعبية نحكيوا على اسامة عبيد نحكيوا على هيكل الشيخاوي اسامة بوغرة إدريس العرفيوي حارس مرمى متخب الواسط هيدوما خمسة اول دعوة مع زوز لحقيقة نجمو نعتبرهم اول دعوة اللي هما علي غرام وحمدي العبيدي باعتبار انه تم دعوتهم قبل لكن تعويضا لبعض العناصر دونك قائمة من الول بالكل هذي اول دعوة لحمدي العبيدي علي غرام وكذلك نزيدهم كريستو تعليق مدرب جلال القادري على دعوة الملابية هدوما نسمعوه في النادوة الصحفية اللي كان حاضر فيها زميلي ويسام بن حسين خيرنا باش نعطيه فرصة شوفنا حمدي العبيدي هاي الثميجويني كان موجود في الفترة الاخيرة بعض اللاعبين حمدي العبيدي هيكل الشيخاوي وسامة بوغرة وسامة عبيد يضم اللاعبين استقرار كبير في الاداة بتاحهم على مستوى النوادي ظهروا مؤشرات ايجابية نوك اليوم من حقهم بش يكونوا موجودين في المتخبرين من الصالح خاصة في الفترة هذي نعرف اللي تقريب شهر سبتمبر تربص الجاي بش يكون ثلاثة شهور قبل المشاركة في الكاس الإفريقية وهذا هو الهدف في القدم انتعنا لك بش تكون تقريب اللي سب 95% هي اللي بش تشارك اللي بش تشارك في سبتمبر هي اللي بش تكون معناتها لدي سبوزيسيون وناس كل في أفضل حالاتها البدنية لكن يظهر لي اللاعبين هذوما من حقهم بش ياخدوا فرصة وان شاء الله كما حكيت اليوم الكورة عندهم هما يأكدوا مستوىهم وهذا اللي احنا نحبوه كل اللاعب يقدم الأداء والمردود الممتاز إلا وحقه بش يكون في المنتخب بالنسبة لأوسامة الحدادي ظهر لي سبقت وحكيت قلت تم بعض اللاعبين اللي شخصيا نعتبرهم أنت الفارانتاز بلوقت الكورة الظلمة حكيت اللي أوسامة الحدادي في الكوب ديومانت كان من أفضل اللاعبين بلو بيرفورمانت احنا نتابع فيه في الشامبيونات تاعه قايم بمردود ممتاز من أكثر اللاعبين مشاركة عنده دي بيرفورمانس خرق العادة في البطولة تاعه صارت بعض الغيابات اليوم وسامة الحدادي اخذها مكان الطبيعي إن شاء الله ربي وفقه معنا هذا بالنسبة للملعبين اللي رجعوا اللي كانت لهم أول دعوة كذلك ثم غيابات نحكي وعلى المساكني معلول السخيري الجزيري ديلان برون نسمع تعليق جلال القادري وتفسيره لأسباب غياب الملعبين اللي سنسمى بهم كويدر في المنتخب الوطني في الفترة الأخيرة ياسين لخنيسي نعرف قيمة ثابتة كان متواجد معنا في المونديال تربس الأخير اتعرض لإصابة في آخر لحظة التربس هذا رغم اللي توأي لي بيرفورمان ياسين بارح بركة يدور ليسجل ونهنيوه الترشح انت على الفريق انتعوده المتابعة متواصلة الاتصال متواصل دائما في فترك منكك يكون مسموح عادي جدا باش الناخب الوطني وإلا الإطار الفني يشوف حوله الأخرى وشوف بعض اللاعبين الأخرين عليه معلول من بعد تربس الأخيرة على الشهر مارس أكثر لاعب تقريب في المنتخب لاعب عددة دقائق أكثر من 1173 دقيقة حكيت معلي معلول تشاورت أناوياه يظهر لي من حق اللاعب هذا باش نعطوه فترة تعراحة في الانتر سيزان سيناو باش تولي هو زيان سيزان دوسويت اللي ما يخوش فيها فترة تعراحة اليوم المنتخب مفتوح كنا نتمنى باش إسماعيل الغربي يكون موجود معنا أعطاه هو خاصة الوليين تعبوه مؤشرات إيجابية وعبروا على رغبتهم باش يكون موجود يحب يخو أكثر وقت تفكير هذا من حقه المنتخب التونسي مفتوح لإسماعيل الغربي وغير إسماعيل الغربي لكن دائما حب الانتماء يبقى هو الشرط الأساسي يضر لليوم الكورة عند إسماعيل الغربي سيفيدي الخاوي ابن المنتخب بلعب في المنتخب استاج اللي فات كان كونفوكي معنا تعرض الإصابة بالنسبة لي نحن نعرف اللي نحبش نرجع لالحاجات اللي صارت كل اليوم سيفيدي الخاوي كما الياس سخيري كما عادت لعبين فانت كونترا خيرنا باش نعطوه فترة يتأقلم مع النادي جديد إن شاء الله رب يوفقه في كونترا جديد شوف رو في المنتخب معناتا تعملوش بالتدوينات ولي ريزو سوسيو وشنو يحكي سيفي الخاوي شنو يتكلم هذا احنا ما يعنيناش التربص الفارت وجهنا له الدعوة قال لي أنا مصاب احنا دائما نصبقه حسنانيا إذا ثم أمور داخلية تتفضل داخلين لكن بالنسبة لينا في أذهاننا كعائلة تعملون تخب ما حناش مشكل اسمه سيفي الخاوي هذا ذن جلالة القادري سامير السليمي أبرز ما جذب الانتباه هو دعوة عدد من لعبية في البطولة متاعنا اللي كانوا نوع من التألق بين ظفرين نحكي على هيكل الشيخاوي حمدي العبيدي وساما بوغر لعب لولمبي الباجي أساما عبيد لعب النجم الساحلي ومحمد الضاوي كريس ود بطولة متاعنا أول عام شل الأهلي ودريس العرفي اللي شوفناه في منتخب الأواسط تعليقك على الدعوة داي ولون فسرها هو جلال القادري ساعة قبل كل شيء التربصات أو جورني في فا متاع جوان ديما فيها مشكل نهاية بطولات أوروبية ومحلية وديما المباراة تعال شهر جوان على مستوى اللياقة والفورمة والليستة واللي كونترا والنيكوسياسون دي كونترا وواحد ما هوش مركز وكذا يحب يبدل لي كيف هذي كلها في شهر جوان تكثر عليها الحديث وبالتالي يلزم يكون الاختيار دقيق ودقيق جدا ساعة قبل ما نحكيك على الخمسة ولا السبعة اللي عايت لهم اللي يغابوا عليش غابوا عليش غابوا علي معلول اعطى التفسير قال لعب برشا ويكمل ماتش الفينال مع الاهلي يلعب دون ماتش مع تونس ولا حتى ماتش ومبعد له قسط من الراحة ثم يرجع لناد الاهلي بتاعه والاهلي موش يرعب بطول العربي هو كان واضح جلال القادري قال القايمة هذي قايمة تجريبية باعتبار انه من الريهين مش كبير يسر شبه شكلية وفي القايمة متاع سبتمبر خمسة وتسعين بالمئة متاحة هيلي بش تكون موجودة في الكوبدافريكا هاني جايك سميع كوني حبي صايف وكي على بكري يرحم والديك على بكري خلني مشيه من الاخر يا اخي ما صارتش في استرابوسات قبل ماتشا ماتش الادال افريقيا فك عليها مان مشيش هاني مضروب ومبعد راهم في الصهريات في الواحدة برب يفك عليها به شعرنا من هذا الكلو يا اخي الزوز ماتشويتة ذوما كأني بجلل قادري يعتبرهم مباريات ودية في حين انه سمعة تكون تقدم تونسية واحد وترتيب الفيفا اثنين اللي خلينا نحن نتصدر المجموعات وفي على مستوى القرعة ونكونوا عنا افضلية كي تخسر انتي لدو ماتشا ذوما كي تخسر دو ماتشا ذوما تتيح معناويا وتتيح في الترتيب وبالتالي مهم انه اه نتيج اه متعزوز مباريات هذوما جلاليس قال قال نعطيه فرصة للملاعبية بعد ماتشة زير نشوفه قداش من فرصة اعطاه للملاعبية وقداش من توقيت ايه قداش من توقيت في الفريق هذية فما فما بعض اللاعبين اللي عندهم مشهر ما لعبوش كورة انتهت البطولة بالنسبة لها تقريبا كاني غالط قل لي وليد هاي ثمجويني قداش عندو محترامي للولايد قداش عندو ملعب شكورة اخر ما تشبع الملعب بالتونس فما زوزة سبيع والله اكثر اي اكثر اي اكثر اي اكثر من زوزة سبيع مع زوزة سبيع اخرين اللي نتلمو اللي كي برسونات ولا او سبوع واحدة مقابل الاخيرة ملعب هاش دي جا هو في المتلوي ملعب هاش مقابل الاخيرة ومقابلة الكوب ملعباش كذاوية وعندو مونج دو كمبيديسيون حس بكلام جرير بشي لعب هالولاد هذو ما كل بشي اعطيهم فرصة انهم بشي شاركو بشي يلعب طي ونشوفو بعد متش دزيت طي ونشوفو بشي لعبهم ولا مش بشي لعبهم. في الفي الا اا الفيكتيف اللي يفهم هنا واشناتكلمنا على الارب عادي مشاهو بوست البيغو او السنتينال اشكون? فميش? ما فما حتى ملعب السنتينال يحذق اللعب. ما تتا كيما سخيري. كيما ما عندك حتى ملاعبي يحذق المركز اذاك. وانا نشوف اللي ستلكل قدامي. بن سليمان ما يحصنش. اه شكونوا الاخر اه. عيسى العيدوني. العيدوني ما يحصنش المركز اذاك. ولا واحد. الاقرب. هو احمد خليل. منكلموا الواقع لي قد قد. بالرمضان ما يحصنش المركز اذاك. ما يحصنش المركز اذاك بالرمضان. ما يحصنش. كان السخيري غاديكا موجود اتنحص غيري. ما عندكش اشكول اتحية لحمد خليل. ما عندكش حلاخة. فالمركز اذاك بالضبط. ما عندكش. وبالتالي فهم نقاط استفاهم باتبيعة الحال. نتمنى انو المنتخب يقدم مردود مونتاز وكذا. ولكن لابد من انو اولا الساعة نتمنى انو الملاعبية الصغيرة اللي قال عليهم هما ان شاء الله يشركهم. مش ديكور. وبره. اهمية كذلك الملاعبي لي ما يصرحش. قبل الكوب دي موند. الحدي دي ما صرحت شيء. مسكين رغم انو مظلوم. لا. الحدي دي صرح لكن تصريحه كان موزوم. مش كما تصريح سعد بجير معنا. هو خلينا. تصريح معنا. بالنسبة لسعد بجير. وصيف الخاوي. وحتى يبدو انو فرجاني سيسي معناتها هذو ما تلاتة خرجوا من حسابات المنتخب. يا هم معناتها اللي تار الفني. يا هم اخذيه القرار. معتش عنا واخد. معتش عنا واخد. كأن في فترة طوى اللي يتكلم. ومعناها هو يعبر على الواحد متاعه. يتعبر. يقصي. مش كان من المنتخب. اه. انا شوف ريها مع المستير اللي ملاعبي متاعهم. تيخي مو در بتيحد بنجردين. شيك المفتاح حول العام. مش انتقد نظام البطولة. قال كيفاش الرؤسي يقر وما يشاوروش. عندو الحق. تيما هو تردو بنجردين. عندي ترد من سونس جملة مسكيش. عندو نحكيه على سامير تحدث على احمد خليل. اه. والد احمد خليل محمد خليل هو لاعب دولي سابق. لاعب شبيب القيرا وانايا. اليوم عبط تدوينه قال. يا كليب استياء. احمد بعدم دعوته للمنتخب يدفع في ضريبة عدم تفضيل نادن اخر على الافريقي. واقولوا لهم انتم ما بديتوا الحرب ونحن لاها. نتحدث على والد اللاعب. اللي هو زادة مش مجرد والد اللاعب. بل هو كذلك لاعب سابق ويكون في شبيب رياضي القيرا واني واسمه يتسمى. شو حاب يقول ابو احمد خليل? حاب يقول انه فام فاريق. عنده نفوذ ولا عنده ناس مقربة عندها نفوذ في الجامعة التونسية دي كورة القدم. حابت تجيبه للفاريق هذا وهو ما ما لبيش الطلب ولا ما حابش يتفاوض فتمت معاقبته. هزي الفيرسيون تيها وانا حاولت نتصل به. لكن هو للاسف متغشش علينا برشة خطر مرة انتقدت احمد خليل. قال له ماذاك بالذيت من منتكلمش معه. موجود. يا اخي انا انا بدي تاو محمد خليل. محمد ابنه. محمد خليل. انا بعدها اشكرت احمد كيرجعر. محمد خليل ساحبي وخويا. معنى ساحبي. ساحبي ونعرف وكان مليعبي كبير. ايه. وقت اللي احمد خليل ما هو شيفون. ما قلت انا ما شيفون. قلت. ما يستحقش على ابنه. اما توا والله العظيم. بقطع النظر على من نهاية الموسم الفارطة سامير. ايه في فورمال وليد عليه. بربي ايمن تفاعل صغير. اه جاء ليينا والسامير. والله. الوالي هذا متاع سوسة كي جاء لم اربعمائة مليون للنجم الرياضي الساحلي في لما لم ريجاء العمال تا نجم الرياضي الساحلي سامير. ايه. ولما اربعمائة مليون قال لك او حتى ويلي سفيقس في وقت ملوقات دخل في الليقاء سفيقس والترجي وقتا الشهير نذكره. ايه مش بارك الله وفي. مش نفس الكنتكس طرح. ايه. ايه. يعطيهم الربعمائة مليون. برك الله وفيه. ومشكور على مواعيد المباراة القادمة المنتخب التونسي نذكروا انه يوم سبعتاش جوان مع ماضي ساعتين تصفيد كاس افريقيا ضد متخب غينيا للسيوائية. ومباراة ودي ضد متخب الجزائري في الجزائري يوم عشرين جوان انتلاقا من ثامينة ليلا. شكرا سامير السليمي شكرا. اه وليد قرفالي اعطيكم الصحة على الاسبوع هدية. نعرف اللي نزلت عليكم شوية في الخدمة باعتبار انه تم ضغط رزنامة ونقص في الفيكتيف وتعادل الاصابات. نعتذر ملكم. شكرا لجميع في المتابعة. نلتقي يوم الاثنين المقبل سبع الاخير.